تحياتي و اهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلبي انجلترا اللي بتيجيكم مني انا محمد عوال حلقة اليوم هنركز فيها قضيتين شو بصير مع ليبربول شو بصير مع توتنهام هنودخل بتفاصيل كثيرة بعد ما تشتركوا بقناة سيلفيسبول الاكتر تنوعا من حيث اشكال وافكار المحتوى و عشان هيك بقولكم اشتركوا فيها الان خلونا نبدأ بتوتنهام اللي قضيته مباشرة وخلونا نحكي بوضوح خسر بثلاثية مع مان سيتي والخسارة مع مان سيتي بهذه الفترة مش هي الكارثة لان جميعنا من يعرف لما فرق قوار ديولا بتبلش الدور محل عجلة بصير ايقافها شبه مستحيل في بطولات الدوري زي ما شفنا بكل تجاربه من اسبانيا لالمانيا لانجلترا الان ما سيتي بعز مستوى توتنهام لا فطبيعي تخسر بس هاد الخسارة والسلسل السيئة الاخيرة خلت توتنهام في المركز التاسع خلت توتنهام فعليا الان بدأ عنده بس امل في بطاقة واحدة مؤهل لدور الابطال هي البطاقة الرابعة واللي فيها اسماء كبيرة مثل تشيلسي وليفربول عم بنافسوا عليها يعني خلينا نحكي بالمنطق حضور توتنهام انه ينتواجد بدور الابطال السنة الجاي بنانا عن معطيات الموسم حتى الان صعبة جدا 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 ولكن بيضل عنده الطريق الاخر لدور الابطال ربما يكون الدوري الاوروبي طيب خلونا نحكي شو مشاكل توتنهام طبعا سهل جدا اذا انت ما بتحب مورينيو زي الناس اللي ما كانوا حبوا جوارديولا وقبل شهرين كان منتهي ومدرب فاشل وهذا الكلام نفس الشي بيمكانك تطع تحكي مورينيو فاشل ومنتهي بس هذا خلص يعني اللي بيحكوا هيك خلينا يعني يقدموا على المقطع الثاني تبع ليفربول في جزء من المشكلة عند مورينيو في جزء من المشكلة عند الجودة قبل حلقات قديمة لما كان الناس تتكلموا توتنهام حتجيب الدوري اعظة اذكر اني حكيت يعني بهذول قلبين الدفاع بهذا الحارس الموضوع صعب جدا بل مستحيل صراحة طول ما هو احسن مدافعينك مدافعين عاديين جدا وبرتكبوا اخطاء كثير وما بتقدر تركن عليهم هذا خطأ كبير حتدفع الثمن فيه طول ما هو حارسك بيصد كرتين وبدخل فيه الثالثة بسهولة والرابع والخامسة وبيفلت الامور بكثير مباريات هذا صعب فاول شي اكيد محتاج توتنهام اني وصل الصيف ويجيب على الاقل قلب دفاع واحد احسن من الاردرفيرد الاردرفيرد انا اصلا مش مقتنع يكون اساسي لو واحد يجيب لقب حتى الان بذمن عطائه بشكل عام في اخر سنتين لكن اذا عندك قلب دفاع لازم يجي لازم يكون افضل منه اذا بيتخليه هو قلب الدفاع الثاني اوكي يجبني كلام جاري نيفل عن من يونايتد بيقولك اوكي دخيها اسم بس يا اخي اخر سنتين عم بيغلط كثير والستي وليفربول جابوا الدوري لما غيروا حراسهم وهذا اشارة واضحة هذا الجزء الاول اللي بتعلق بالجولة لكن في جزء اخر يولام في مورينيوم جزء اللي حيب كرة القدم يعني انا لو انا بلعب كرة القدم وبشعر انه مدربي مش واثق فيه اني بقدر اقاوم بقدر العب كرة القدم ودائما اسلوبه انه لا خلينا احنا نفلت الكرة ونشوف شو بصير وبعدها بنخطفه منهم هدف وهدفين ونفوز لا هذا بتهز ثقة اللعبين بنفسهم مورينيوم محتاج يرجع مورينيوم السابق مورينيوم القديم مورينيوم قبل موسمة شلس الكارثة مورينيوم الموثق بلعبي وباعتقد انهم قدرين يخوضوا معارك هذا الشيء لحد الان ما شعرت فيه لاب يونايتد ولا بتوتنهم الفريق محتاج يلعب كرة الفريق محتاج يمسك كرة الفريق محتاج يشعر كل لعب يعبر عن نفسه هنا بتبني الثقة بالنفسه مورينيوم عمل ذلك بفرق لعب محا في الماضي مع الانتر وريال مدريد ومع الشيلسي يعني مش اول مرة انه قدر يخلي اللاعبين يمسكوا كرة ويلعبوا كرة مش انه بعرفش الا هذا الاسلوب اللي بيطلع ببعض الاحيان ففي مشكلة بالاسلوب طبعا الطريق الاوضح الاني حاول تتنهم فيها يضبط موسم وشكل موسمة طبعا لو جاب كأس الرابطة من سيتي رغم صعوبتها هتكون نقلة معنوية ونوعية رهيبة لجو النادي وايضا لو قدر يروح بعبر الدولة الاوروبية لدور الابطال هيكون انجاز ايضا ممتاز جدا بالنسبة لتوتنهم رغم صعوبته يعني بخلط صار ما بتقدر تلعب وتراهن اخذ دفاعك وخذ دفاعك هو فعليا اضعف خطوطك نسبيا بالنسبة للخصوم هذا قضية توتنهم اسلوب في مشكلة جودة فيها مشكلة يمشي الموسم لنهاية الموسم باقل الخسائر واقل التكاليف ننتقل للقضية الاسعب قضية ليفربول فريق وضعه اصبح درامي اصبح مأساوي لمستوى انه البعض بيعتقد انه يورج نيكلوب لما سألوه بعد مباراة ليستر انه هل اخسرت الدوري انه كان يحاول ما يبكي هو يقول اه انا خسرت شو اللي بيخلي فريق بهذا الوضع المأساوي مشكلة ليفربول انها بتشبه قصته المسلسل يعني مش خلل واحد ويتعدل مش تقول لي طلع فلان وجيب فلان او رجع فلان وقدم فلان لا لا مشكلة ليفربول متراكمة الفرق اللي بدربها كلوب معروف انه اساس قوتها المسألة البدنية ردة الفعل البدنية مسألة الضغط العكسي والحركية المستمرة والكثافة المستمرة هاد قوتها شو كان صاير بالصيف بالصيف ما كان فيه معسكر تحضيري حقيقي ما كان فيه مباريات وديه حقية واذا بتذكره اكثر مدرب اشتكى على هاد المسألة كان يورغن كلوب لانه بيعرف مجزء اساسي من قوة فريقه بل اهم شيء بقوة فريقه هو هاد الناحية هاد الناحية ما كانت موجودة الفريق داخل الموسم كنا نحكي ابطأ حدته اقل كثافته اقل الفريق عنده مشكلة كان مستوى البدني مش من مستوى اللي متعود عليه اخر سنتين ثلاثة هون كانت النتيجة مستوى بدني خلي نحكي اقل من المطلوب واسلوب اللعب المطلوب ما زال نفسه ضغط اكثر على اللاعبين النهاية اصابات متعددة ولا تنتهي والفريق بدأ يخسر اللاعبين هون بدأت المشكلة الثانية اصابات اسلوب ظلوا ثابت اصابات زادت الفريق بلش يخسر مبارا هون ويخسر نتيجة هون وبدأت الاجواء تصير سلبية اكثر واكثر في غرفة تغيير ملابس لفربود ايجا جزء الثالث من المسلسل تصريح صلاح ضجة صلاح ماني غير سعيد هذا بيطلع من هذا وبزعل هذا بيطلع هذا بزعل ومهاجم تماما تماما بعيد جدا عن مستوى وكأنه ما رجع من بعد كورونا فيرمينيو وكثير لعبين في كورت القدم من العلم من بعد توقف اللوكداون ما رجعوا نفسهم وفي لعبين رجعوا افضل بكثير وفرمينيو من اللي ما رجعوا اساسا اذا ثلاثي هجومي واحد يبدو غير سعيد كثير واحد متوتر جدا وبدو يثبت نفسه انه انا الافضل باي ثمن بيتكلم عن ماني الاول صلاح والثالث اللي مش فارقة معاه حاليا فيرمينيو اهم خط في البربول بالحسن مشتت الذهن مشتت الاهداف ما عم بيلعب مع بعضه ابدا مش عم بيقدروا يوجدوا بعض زي زمان مشكلة ثالثة اصبحت عند يورجون كلوب يورجون كلوب ذهب وقال لك انا حاسس في الخطر راح جاب جوتا المشكلة ايضا اللاعب انصاب بعد بداية مذهلة كان فعليا هو افضل لاعب في هجوم خط لبربول ولبربول دخل الموسم تقريبا بنفس التشكيل مع انه في قاعدة بكرت القدم انه لما تحقق انجازات وتشعر انه الخصوم بدأوا يقو لازم تغير دم في غرفة جغير الملابس لازم تكسر الملل الروتين كرت القدم زيها زي اي وظيفة تخيل انت تكل سنة روح واللي قاعد جنبك نفس الزميل واللي قبالك جنفس الزميل واللي عيصارك نفس الزميل اربع سنين ودائما بتحكو بنفس المواضيع بنفس القصة وللعلم في منهم بعدوركم قصة اللي حكو لكم ياها قبل شهر وشهرين وصير موضوع كثير ممال وصير لازم يتغير على الاقل يجي موظف جديد يحكي بنا قصة جديدة يعني على سبيل المثال اتخيلوا ارنولد وصلاح نفس بعض حفظين بعض بمرر لك بتروح بمرر لك نفس الافكار نفس سنة سنتين ثلاثة مهما كنت مهما كان عندك رغبة مهما كان عندك حماس بصيبك نوع من الملل نوع من الروتين الشوي اللي بخليك تنزل شوي او تراهن شوي وايضا هذا الشي بساعد الخصوم يتوقعوك اكثر وهذه كانت مشكلة اخرى في ليبربول انه اسلوب الهجومي بتشعر انك شايفه قبل هيك عارفوا قبل هيك فكان هذا الشي بخلي المهمة على المدافعين في الخصوم ايضا اسهل من الماضي خصوصا لما نرجع للنقطة الاولى نقطة انه سرعة ليبربول اقل طاقته البدني اقل ولما تجي فرصة ما بيسجلها هدف لانه حسم هجومه ايضا اقل مسألة معقدة جدا يبدو انها بدأة من الصيف تراكمت لعن موصلنا لهذا الحال لكن هل هذا الموضوع يعني انه المشروع انتهى لا لانه في كثير دقائق في هذا الموسم رغم النتائج سيئة بعشرة ربع ساعة بتشعر ليبربول كثير اعلى من قسمه بما فيها مباراة لستر سيتي بتشعر المفريق عنده محتاج بده ضربه هون وضربه هون بيرجع اذا هذا الفريق مش هستغرب لو الان بعد اسبوعين عمل ردة فعل قوية جدا بعد التوقف الدولي وظل يفوز لنهاية الموسم مش هستغرب ذلك ابدا مش هستغرب لانه تحسنت نتائجه الان واستمرت بشكل سريع لانه واضح انه عنده شيء في شيء مقيده زي ما حكيت مجموعة التراكمات اللي حصلت بس بأي لاحظة ممكن يطلع لكن مهما صار لنهاية الموسم الاكيد يورغن كلوب وندرب الأفضل لليفربول الاكيد انه الفريق محتاج بالصيف السوبرستار ولما اتكلم سوبرستار مش لاعب يصير سوبرستار يعني مش تجيب صلاح هماني وكثير ناس ممكن ما بتعرفهم قبل ذلك وتعملهم سوبرستار لا تجيب لاعب سوبرستار لاعب اول ما يدخلوا غرفة تغيير الملابس كل اللاعبين بيعرفوا بيعرفوا مسيرته بيعرفوا انجازاته وبيعرفوا قدرته على صنع الفارق لاعب يرفع مخزون الثقة بغرفة تغيير الملابس من جديد يرفع مخزون التحرير للخصوم من جديد محهم فلان الان ويكون عنده بعد جديد بالافكار في خط الوسط وخط الهجوم هذا اساسي لو لليفربول حب يستدام كلوب لو بدي يدرس 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 يشوف اللي عمله في ريكسون كل سنتين ثلاثة دائما كان فيه صفقة كبيرة صفقة تغير مش كلهم جيل الواحد تسعين اللي يكمل كثير اللاعبين اجوا من بره وكثير اللاعبين ساهموا بالفريق ويونايتد اشترى اغلى مدافع واشترى رونالدو واشترى كانتونة وكل فترة كان عم بشتري واحد يعمل تغيير بالفريق يخليه ياخد خطوة للأمام لو كلوب بدي يكمل بهذا المسار محتاج يفكر بهذا الطريقة ويتخلص شوي هو وادارته من فكرة النادي اللي كان يحاول يرجع لانه ليفربول مش بس رجع ليفربول السيطر نوصل هنا نهاية حلقة سيلفي انجلترا اللي بتيجيكم مني انا محمد عواد بتمنى تشتركوا على قناة سيلفي سبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله شكرا